بي اس واحدسين. ايه البي اس واحدسين دوت? ده لو انت عندك مشروع معين وعايز تشوف الموردين هيقدروا الحققة والحاجات المطلوبة منه ولا اه فمع المراقصة بتعمل اه استبيانات معينة بحيث تتأكد ازا كان الشركة تقدر تعمل مشروع ده ولا اه عندها سابق تعملها ولا اه اه كان متاع الشركة ايه. فالحكومة البريطانية عملت اه مواصفات المتاحة ان تتحملها بمجاني بي اس واحدسين. ده استبيان موحب فيه شوية اسئلة. فيه حاجات فيهم اجباري. لازم يجاوب عليها يعتبر زي الحد الادنى. فيه معلومات اختيارية. تمام? فيه اسئلة الزامية زي اه هيكل الشركة تفاصيل الاتصال البيانات المالية الموضوع الصحة والسلامة. دي حاجات لازم اجوابها. فيه اسئلة اختيارية زي اه تكافؤ الفرص والتنوف والتعيينات ادارة البيئة والجودة. فالاسئلة دي بتتخليك تعرف الراجل او الشركة اللي جاية تاخد منك المشروع دوت هل ينسبك ولا لأ او هو على قدر المشروع دوت ولا لأ فده بيساعد المواردين نوافة اللي مطلوب منه ممكن يكون في حاجة ناس عنده فيبدأ يعالجها بحيس ان هو يقدر اه يشتغل في المشروع دوت. يقدر يساعد المالك ان هو يختار افضل مقاول. فهي مفروض انها اللي عملها هو معهد المعايير البريطانية اه البي اس اي معمولة للحكومة والحكومة باي مشروع عايز تغش فيه تبع الحكومة البريطانية لازم تجاوب على البي اس واحد سعين. وبنصح الشركات العادية سواء جوة اه بريطانية او برا بريطانية انها هتشتغل بالاستبيان دوت لانه هيخليك تفهم ايه المطلوب منك وايه المطلوب من الموارد ان هو يعمله. من موقع البي اس اي شو بتقدر تحمل المواصفة مجاني. اول ما هتفتحها تجرب كده هي مجرد اسئلة بأساس تتعرف على الموارد وتعرف هل هو هيقدر يقدي لك الاغراض واللاقة. فبتلاقي مجموعة من الاسئلة مفروض ان انت مثلا بتتبعهم وتذهلوا فهو يبدأ يجاوب على المعلومات. يعرف نفسه ويعرف اسم الشركة ويعرف الاتصال الايميل الفاكس. طبعا ما فيعش حد يتقدم لي مراسة او الشغل بدون ما يعرف المعلومات دي. طبعا كد نبدأ نسأل بعض الاسئلة. عشال نتعرف على طبيعة الشركة والخبر بتاعتها وطريقة التعامل معاها والشغل بتاعها عمل ازاي. تمام? فبيضي له بعض الاسئلة وهو بيجاوب يسأل نو او في بعض الشرح ايه دريش راحنة. دي بيسهل الشغل بحيس ان انا بقى فاهم الشركة ديت هل على قدر القوة تشغل بالشغل دوت او انا معترض على حاجة اا مسلا هي ما عندهاش اا هلسي مسلا وانا مهتم بالموضوع دوت. هي ما عندهاش سيفتي وانا مهتم بالموضوع دوت. فبنبدأ نتعرف على الشركة. وده طبعا بيبقى لزامي ما نفعش بعد ما هو يجاوب علي. اقول لا ده انا ما عنديش الموضوع دوت. هل انت مسلا عند الخبرة في في مجال الكونستراكشن فهو بيبقى وده الشرح بتاعه هو بيجاوب يسأل نو او لو عنده اي اضافة يضر يدفها هنا.